عفن الخبز إعداد الطالب هشام عادل بإشراف المعلم مالك مليفاري عفن الخبز وهي الكائنات المنتمية إلى عائلات الفطريات المجهرية الموجودة في البيئات المختلفة المحيطة بنا منها ما يمكن أن يكون خطيرا بعض الشيء ومنهما هو مفيد للغاية أما بالنسبة لعفن الخبز فينمو عن طريق الاستغلال المركبات الغذائية الموجودة في الطعام ليقوم بتكسيرها ثم امتصاصها بغرض تقذية إذ يمكن تمييز العفن من خلال الألوان التي تضيفها على قطعة الخبز كل حسب نوع الفطريات النامية من أبيض وأخضر وأصبر إضافة إلى الرمادي والأسود وتنمو الفطريات المشكلة لعفن الخبز لا جنسيا من خلال انتشار الأبواغ على قطعة الخبز الرطبة وبما أنها لا تحتوي على مادة الكلوروفيل للتغذي فتتغذى المستعمرة على النتاج تفك الخبز إلى قطع صغيرة بتأثير من المواد الكيميائية التي تنتجها تتكاثر الفطريات عن طريق امتصاص السكريات الموجودة في الخبز الذي يحوي البيئة المثالية لنموها بصورة لا جنسية فيستخدم هذا المواد للتغذية وتطور المستعمرات الفطرية ومن أنواع العفن عفن الخبز الأسود يعد عفن الخبز الأسود من أكثر أنواع العفن انتشارا ويمكن إيجاد عفن الخبز الأسود على الفواكه والخضروات البرية وخاصة التي تنمو في بيئة الرطبة ويظهر عادة كرقع زرقاء وخضراء متشاعبة على سطح الخبز فعند تركه يتحول لون البقع إلى الأسود ولا يعد تناول العفن الأسود خطيرا ولكنه يسبب مشكلات صحية مثل الغثيان أو سوء الهضم أو التقي ترجمة نانسي قنقر